موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الاخبار من استوديوهات سهيل والبداية بأبرز العنوين مصرع خمسة وعشرين عنصر من ميليشيا الحوثي بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة صرواح بمأرب الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن العنف في اليمن يتصاعد رغم دعوات وقف إطلاق النار ميليشيا الحوثي تتجاهل دعوات الإفراج عن المختطفين ومخاوف منتدهور أوضاعهم في حال تفشي فيروس كورونا موسيقى تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم لقي أكثر من خمسة وعشرين عنصرا من ميليشيا الحوثية لانقلابية مصرعهم وجرح آخرون اليوم السبت بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن أبطال الجيش الوطني استدرجوا مجاميع من ميليشيا الحوثية الانقلابية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح قبل أن يطوقوهم ويمطروهم بالنيران وقذائف المدفعية وأكد المصدر أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من خمسة وعشرين عنصرا من الميليشيا إلى جانب عدد من الجرحة فيما لاذا من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال وبالتزامن مع ذلك استهدفت مقاتلات التحارف في مواقع وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثية الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشيا هذا وكانت مدفعية الجيش الوطني قد استهدفت فجر اليوم مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في جبهات صرواح وهيلان وتمكنت من تدمير تحصينات وآليات قتالية تابعة لميليشيا الحوثية الانقلابية وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة استهدفت ميليشيا الحوثية الانقلابية مساء اليوم الجمعة محطة لضخ النفط الخام غرب محافظة مأرب وقالت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي استهدفت المحطة المتواجدة في مديرية صرواح بصاروخ باليستي يأتي هذا تزامنا مع اجتداد المعارك في جبهتي هيلان وصرواح وتكبيد ميليشيا الانقلاب خسائر كبيرة اليوم أربعة أربعة ألفين وعشرين في هذه اللحظة المحطة التحويلية لتصدير النفط التي تتجه إلى ميناء رأس عيسى بالحديدة تحترف في هذه اللحظات جراء استهدافها من قبل ميليشيات الحوثي النازية التي لم تترك جميل في هذا الوطن إلا واستهدفت فتلة الإنسان دمرت منشعاته دمرت منازل فجرت كل ما يملك هذا الشعب في هذا المساء المشاريع الحيوية التي هي ملك لكل أبناء اليمن تحترق وتدمر من قبل هذه الميليشيا النازية التي لم تعرف إلا الخراب والموت والدمار محطة كوفل الرئيسية التي تضخ النفط إلى رأس عيسى إلى ميناء الصليف إلى الحديدة تقوم باستهداف هذه الجماعة وها هي تحترق أمامكم يا أبناء اليمن وها هي تحترق أمام العالم على العالم أن يقف أمام مسؤولياته ليرى هذه الجماعة وأفعالها الإجرامية بحق أبناء اليمن وبحق مشاريعه الحيوية والاستراتيجية وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل عبدالإله البوري مراسلنا في محافظة مارب عبدالإله ضعنا في صورة المستددات في صورة مستددات المعارك والانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني اليوم في صروع من المعروف بالخصائر العسكرية الحوثية تعتمد باعتماد كل على الأفواج البشرية المتلاحقة والكثافة البشرية المتتابعة ولانتصار البشرية المتتابعة أثناء المعركة هذه استراتيجية بالتأكيد أنها تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية في المعارك التي تدور منذ ثلاثة واربعة أيام في المتفعات الجبلية ما بين هيلان وما بين صراح تكذبت المليشيات الحوثية خسائر بشرية كبيرة وقد شاهدنا ذلك من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت سواء للقتل الحوثيين أو للجرحة أو للأسرى أو للأفصال الذين خلتهم المليشيات الحوثية قبل أن تفر من مواقعها سواء كان في هيلان أو في ميزنة جبهة صروع أيضا حاولت المليشيات الحوثية ومن خلال هجوم كبير شنته في منطقة ليلة أمس استمر الهجوم حتى عصر اليوم وهي تحاول أن تستعيد المواقع التي سيطر عليها أبطال الجيش الوطني في المعارك الأخيرة لكنها لم تستطع أن تستعيد حتى موقع واحد أو مترس واحد بعد أن كبدت أيضا في هذه المعركة الأخيرة معركة اليوم التي استمرت من المتصف ليلة أمس حتى عصر اليوم تسببت المليشيات الحوثية خسائر بشرية كبيرة في صفوفها ما يجيب على السؤال حول خسائر المليشيات الحوثية الخسائر البشرية لها بأنها عادة تستهدف ما يسميه أهد مائرد خط البيض أو أنجوبا للبيض وهو الخط الذي يتم من خلاله ضخط النص من مصابره في مائرد مرورا بطرواح مرورا بخولان وصولا إلى مناطق الحديدة إلى منطقة الصريف إلى منطقة الصريف في سواهل البحر الأحمر استهداف المليشيات الحوثية لهذه المنشاة النصفية التي تعتبر ملك للشعب اليمني ولكم اليمنيين كانت نتيجة الخسائر البشرية التي تلتها والضربات القاسمة لم تجد شيء لتسأر لكتلاها ولكتائرها البشرية لم تجد شيء إلا هذه المنشاة النصفية التي تلتها كل أبناء اليمن وليس أبناء مائرد وحفظ نعم عبدالإله البوري مراسلنا في محافظة مأرب كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك اندلعت اشتباكات ليلة أمس وفجر اليوم بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في جبهات شرق مدينة الحديدة وسمع دويها في الأحياء الشمالية والشرقية للمدينة وقالت القوات المشتركة إنها ردت على مصادر نيراني ميليشيا الحوثي التي استهدفت مواقع شرق مدينة الصالح محققة إصابات مباشرة في صفوف ميليشيا الحوثي وأوضحت المصادر بأن القوات المشتركة استهدفت مصادر نيراني ميليشيا الحوثي وأخمدتها وأحرقت طقما عسكريا تابعا للميليشيا يأتي ذلك بعد ساعات من إحباط القوات المشتركة لتسللات وصفت بالانتحارية في مديرية التحيطة وحيس والجاح بمديرية بيت الفقي والتي انتهت بمصرع 12 عنصرا حوثيا وجرح آخرين قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريت بأن نزاع في اليمن تصاعد على الرغم من دعوات وقف إطلاق النار وترحيب مختلف الأطراف بها وأوضح في مؤتمر صحفي عقيد عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن المبعوث الأممي مارتين جريفت يعمل بشأن الاستعدادات لعقد اجتماع بين الأطراف اليمنية لمناقشة سبل إدارة أزمة كورونا وآليات وقف إطلاق النار وكان مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفت قد أعلن الخميس الماضي عقد سلسلة مناقشات ثنائية مع الأطراف المتنازعة للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في البلاد عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أولى جلسات المحاكمة غيابيا لاثنين وثلاثين من قادة جماعة ميليشيا الانقلاب الحوثية وجهت إليهم المحكمة تهما أبرزها الانقلاب والمساس بسيادة البلد واستقلاله وضع الميزان وضربت مطرقة القاضي خشبة الصمت في خطوة قضائية هي الأولى من نوعها منذ خمس سنوات على جريمة الانقلاب وإسقاط الدولة اليمنية والمساس بكل ثوابتها الدستورية ومنظوماتها المؤسسية في نظامها الجمهوري خطوة لإن جاءت متأخرة كل هذا الوقت يقول قانونيون إنها تبقى على درجة كبيرة من الأهمية وإن من شأنها فعل الكثير على طريق العدالة الانتقالية في القضاء المحلي وصولا إلى العدالة العالمية ومحكمة الجنايات الدولية إحدى عشرة تهمة وجهتها المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدا إلى 32 مطلوبا للعدالة من قادات الانقلاب الحوثية بينهم متهمون صدرت بحقهم عقوبات دولية ويمارسون أنشطة إرهابية تندرج ضمن محددات التصنيف الدولي الإرهاب وشملت قائمة المتهمين المطلوبين للعدالة المدعو عبد الملك الحوثي كمتهم أول تلاه 31 متهما بينهم المشاط وبن حبتور ومحمد علي الحوثي وآخرون من عصبة الانقلاب الذين تضمنت أسماءهم لائحة الاتهام المقدمة من النيابة الجزائية المتخصصة في القضية الجنائية رقم 168 لسنة 2018 ميلادية وشمل قرار الاتهام متسلسلة جرائم جسيمة يصنفها القانون اليمني جرائم خيانة عظمى بدءا من التمرد على الدولة والانقلاب المسلح على النظام الجمهوري والمساس باستقلال البلد وأمنه وسيادته والتخابر والتآمر مع أطراف خارجية ضد الوطن ونهب الاحتياطي الوطني من النقد الأجنبي في البنك المركزي إضافة إلى تهم جسمة أخرى وتعد هذه المحاكمة لقادات الميليشيات الحوثية مرحلة أولى على سياق جلسات محاكمات قادمة لتوثيق وقائع الجرائم والتهم الموجهة إلى قائمة الانقلاب 32 والتي قد تشمل جرائم الجنايات الحوثية فيما يتعلق بحريات وحقوق المواطنين وممتلكاتهم وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والألغام والقصف العشوائي والقتل والاعتقال وتفجير المنازل ووفق قانونيين فإن الأحكام الصادرة عن القضاء اليمني بخصوص المتهمين ستكون ملزمة للدولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ملاحقة المتهمين وتنفيذ أحكام العدالة بحسب قانون العقوبات والتي قد تصل إلى حكم الإعدام بعد الاستئناف والتخفيف حيا نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر حيا البطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات الحرية والكرامة بمحافظة تعز ضد ميليشيا الحوثية الكهنوتية المدعومة من إيران وتحرير ما تبقى من تراب الوطن تحت هيمنتها واستعادة المؤسسات الدستورية وبسط هيبة الدولة على كامل التراب الوطني واطلع نائب الرئيس خلال اتصال هاتفي بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان على المستجدات الميدانية وجهود السلطة المحلية في توفير الخدمات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في محافظة تعز والاستعدادات الاحترازية التي تبدلها السلطة المحلية لمواجهة أي مخاطر لانتشار فيروس كورونا هذه المسودة هي تكرس عملية معالجة القضية الجنوبية وصورة للدولة الجديدة واليمن الجديد والتوزيع العادل للسلطة والثروة التي تسمح لليمنيين أن ينتقلوا إلى عهد جديد لا تكون فيه فئة ولا قلة ولا حفنة محتكرة للسلطة والثروة ترجمة نانسي قنقر تنطلق غدا الأحد الساعة السابعة مساء حملة إلكترونية شعبية للمطالبة بالكشف عن مصير أحد أبرز قيادات العمل السياسي في اليمن عضو الهيئة العليا للتجمع اليمنية للإصلاح الأستاذ محمد قحطان وأعلن الناشطون عن أن الحملة الإلكترونية ستكون بذات الهاشتاغ الحرية لقحطان الذي نفذت وقد نفذت حملات سابقة تحته وذلك للمطالبة بالإفراج عن السياسي المخضرم والكشف عن مصيره في ظل ظروف اختطاف غامضة وإخفاء قسري وما يعاني منه من أمراض منذ اختطفته ميليشيا الحوثية الانقلابية من منزله بصنعاء في الخامس من إبريل عام 2015 وتأتي الحملة هذا العام متزامنة مع مطالبات دولية بإطلاق المختطفين والسجناء بظل تفشي وباء كورونا والأخطار المهددة لآلاف السجناء في اليمن يشار إلى أن أسرة القيادية السياسي محمد قحطان لا تعلم عن مصيره شيئا منذ اختطافه ورفضت الميليشيا السماحة لأسرته بالتواصل معه أو زيارته ولم تبلغ بمكان إخفائه قسريا حتى هذه اللحظة وتحظى حملة التضامن السنوي مع أبرز قادة العمل السياسي بتفاعل كبير لما يمثله المناظل محمد قحطان من رمزية كرجل للسلام والحوار وجاءت الحملة بعد أيام قليلة من حملة شعبية كبيرة شاركت فيها منظمات دولية طالبت بإطلاق كافة السجناء والمختطفين احترازا من تفشي وباء كورونا في ظل تدهور أوضاع السجون والمخاوف على الآلاف من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية ناشد كل مواطن إمانية أن يساند مواقف الدولة التي تصب في اتجاه مكافحة الخارجين عن القانون الإرهاب أن توجد دولة قوية تبصف نفوذها المستند إلى الدستور والقانون على ربوع البلاد هذا مصلحتي أنا ومصلحة ابني فنحن سنساند الدولة في أي موقف أكد محامي الدفاع عن المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي عبد المجيد صبرة بأن ملف المختطفين بات خاضع للمتاجرة السياسية وحذر من تداعية انتشار وباء كورونا على المعتقلين والمخفيين قسرة وقال المحامي صبرة في منشور على صفحته بالفيسبوك قال إن أقارب المعتقلين والمختطفين يعانون لحظات عصيبة بسبب انقطاع الأخبار عنهم نتيجة لجراءات المتخذة من قبل ميليشيا الحوثي ضدهم ودعا صبرة إلى ضرورة تكثيف الجهود من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية وكل نشطاء حقوق الإنسان لفتح ثغرة في هذا الملف الإنساني الذي صار يتاجر به سياسيا دون اكتراث لحياة آلاف المعتقلين وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد دعا في وقت سابق للأطراف اليمنية إلى إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين احترازا من وباء كورونا وصل عدد المفرج عنهم من سجون ميليشيا الحوثية من سجون بعض المحافظات المحررة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا قرابة ثمانمائة سجين وكانت السلطات القضائية في الحكومة اليمنية قد شددت خلال الأسابيع الماضية على ضرورة اتخاذ السلطات القضائية في المحافظات تدابير وإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا والإفراج عن جميع المسؤونين على ذمة قضايا غير جسيمة اكدت منظمة الصحة العالمية خلو اليمن من فيروس كورونا المستجد حتى مساء الجمعة جاء ذلك في تقريرها للتحديثات اليومية التي ينشرها مكتب الشرق الأوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية وقالت المنظمة إن العديد من البلدان في المنطقة اعتمدت سياسة المكوث في المنزل وتدابير أخرى للحد من انتشار كورونا مشيرة إلى أن هذه التدخلات فعالة وتحتاج إلى استكمالها بتدابير الرعاية الاجتماعية لضمان حصول الأشخاص الضعفة على الغذاء وأساسيات الحياة الأخرى أثناء تطبيق هذه التدابير وأشارت منظمة الصحة إلى أنها اعتمدت في تقريرها على البيانات المرفوعة من وزارة الصحة في مختلف البلدان بحجة فيروس كورونا رفع تجار المواد الغذائية في محافظة شبوة قائمة الأسعار ما شكل عبءا إضافيا على كاهل المواطنين يأتي ذلك في ظل إجراءات حثيثة تقوم بها السلطات المحلية لضبط الأسعار لكنها تبدو ضعيفة بحسب المواطنين في المحافظة ما أنتقى أزمة إلا ويستقلها التجارة تماما مثل أزمة فيروس كورونا الحالية هكذا قالها المواطنين هنا في محافظة شبوة بعد أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية فجأة دون أي مبرر سوى مبرر تداعيات هذا الفيروس الخطير الأسعار مرتفعة بشكل جنوني خاصة في الفترة الأخيرة ونحن نلاحظ بعض التجار يتعذرون بأمراض كورونا وهي في الأساس ليس عذرها لأمراض كورونا التريلات داخلها يوميا للمحالات التجار ونلاحظ الاتفاع غير طبيعي في أسعار المواد خاصة السكر والرز والدقيق وبسدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية قامت الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية للأسواق أسفرت عن ضبط 12 مخالفة تموينية وتم إحالتها للتحقيق للجهات المختصة إضافة إلى إيقاف 15 تاجرا خالفوا الأنظمة واللوائح المقررة من قبل مكتب الصناعة والتجارة فيما شدد على الآخرين بعدم التلاعب بالأسعار ظرفة العملات موجودة وأرقامنا موجودة إذا وجدت أي تاجر قام بأي زيادة أبلغنا ونحن مستعدين نضبطه قمنا بحملات يوم أمس وضبطنا 15 تاجر وحالتهم إلى النيابة مع حجزهم في قيدة نجده والوضع استثنائي سوف يتم حجز أي تاجر بيقوم بتلعب الأسعار نزولات ميدانية لمراقبة تجار المواد الكذائية الذين يستقلون حاجة الناس في مثل هكذا ظروف إلا أن مواطنين يرون أنه لا جدوى منها إذا ما استمرت بشكل شبه يومي حسن البوريخ لقناة سهيلة من محافظة شبوه أعلن محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني رفع حضر التجوال بعد سريانه ليوم واحد وقال البحسني أن رفع الحضر جاء تقديرا وعرفانا لمستوى المسئولية والانضباط الشعبي الذي أظهره أبناء حضر موت عموما وبما حققه من نجاح في تنفيذ الأهداف وفقا للمكتب الإعلامي للمحافظة وأشار إلى أنه بعد نجاح الحضر ودراسة وتقييم القرار من مختلف الجوانب وحرصا على المصلحة العامة تقرر رفع الحضر على أن تظل فكرة إعادته إلى حيث الوجود قائمة عند الضرورة القصوى دشنا في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضر موت العنل بجهاز الكاميرا الحرارية لفحص المسافرين عبر المنفذ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من جائحة فيروس كورونا وأوضح مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعر بأن جهاز الكاميرا الحرارية سيعمل على فحص عدد واسع من المسافرين على مسافة تقدر بحوالي مترين وأشار إلى أن كافة الدوائر العاملة بالميناء ملتزمة بتعليمات الجهات الطبية داخل الميناء وأدوات الوقاية والسلامة حفاظا على العاملين فيه ولفت إلى أن جميع سائقي مركبات النقل التجاري والإغاثي والإنساني الذين استثناهم قرار لجنة الطوارئ يخضعون لإجراءات الفحص وتسجيل بياناتهم ووجهة تفريغ حمولتهم اليوم دشنا جهاز الكاميرات حق فحص الحرارة للفروس كورونا وهي أجهزة أكثر حداثة من الأجهزة السابقة اليدوية هذه اليوم تمتشينها في الوديعة وإن شاء الله بكرة وبعد بكرة في الفترة القريبة الجاية سيتم تتشينها في مطار سيئون ومطار المكلة ومن أي شحن وصرفيت وكذلك مطار عدل هذه جاتت بجهود من قبل لجنة الحكومة وجنة العليا في الطوارئ ومن قبل أخوة في وزارة الصحة والأخوة في الكنصير العامة في جدة لهم مننا كثير الشكر والتقدير على كل ما بدأوا في هذا الصدد تعمل السلطة المحلية بمديرية المسراخ بتاعز عبر فرق توعوية انتشرت على مستوى المديرية بعد التدريب بالإضافة إلى تجهيز عيادة خاصة وحجر صحي بمستشفى المديرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات لمتابعة مستجدات الوضع الصحي على مستوى المحافظة مديرية المسراخ من أكبر مديريات محافظة تاعز فعدد سكانها 148 ألف تعمل السلطة المحلية بجد ومثابرة استعداداً لأسوأ الاحتمالات لمواجهة فيروس كورونا لا يوجد معنا إيجهز ولا يجاب لنا إيجهز إلا إحنا استعدانا بالإبسجين طبعاً إحنا معنا عشرين أسوأنا والكمامات موجودة اللي كانت معنا من القبل فإحنا لحد الآن نريد تجهيز منتظرين المدير العامل دي طبعاً ما قصش الأخير السلطة يحيز معي قال له الشكر والحظيف الأمانة نشوف قياسة الحرارات لو تزيادة عن 38 درجة نكتبه في حالة اشتباه نحولهم على الحقر الصحي لحد الآن عادوا ما وصلش أعدت عيادة خاصة وقسم كحقر بمستشفى المديرية إذا ما بلغ عن حالات اشتباه كما أن مكتب الصحة والسلطة المحلية في واجهة العمل وفي مقدمة المهتمين بالنسبة للحقر حقص صناق جناح أو قسم خاص بالعزل في مستشفى المسراخ مخصص لمواقهة كورونا ومعد ومجهز بالأسرة والمدخل والمخرج الخلفي للمستشفى بعيدا عن بقية الأقسام نحن في المديرية قمنا بتشكيل غربة عمليات قمنا بعمل خطة طارئة لعمل جانب وقائي واحترازي باعتبار أن المديرية منفذ من المنافذ الرئيسية لمدينة تعز وقمنا بالتنسيق مع الجانب الأمني بإغلاق أسواق القات في قطع الأوقاف يعني قطع الإرشاد المساقد قمنا بمناسقية العزل والقرى بتوعية على مستوى المديرية تم تنفيذ وراش للمندوبين يعني في مجالس القرى ولجانب التنموية بالعزل لجانب التوعوي أغلق منفذ الأقروض التابع لمديرية المسراخ باتجاه الحوبان احترازيا وخوفا من وصول مشتبه بهم كما أعلنت حالة الطوارئ بالمديرية بانتشار فرق التوعية التي دربت كما يعمل القائمون بالمشروع على مدار الساعة لتلبية أي طارئ هذا وتشاهدون في النشرة أيضا اتلاف كميات من المواد المخالفة للمواصفات في مأرب موسيقى تجشيء ترخيم السيارات وإصدار التراخص في شبوة موسيقى دشنا مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب بمأرب حملة الرشي والتعقيم الاحترازية للمحلات التجارية والأسواق والمنشآت الصناعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وأكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي بأن حملة الرشي تندرج في إطار الحملات الوقائية وذلك والتي تنفذها اللجنة الفنية بالسلطة المحلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية المواطنين من هذا الوباء الخطير وعشر إلى أنه سبق هذه الحملة العديد من الأنشطة التوعوية بهذا الخصوص بحيث تم خلالها استهداف المحلات التجارية والمنشآت الصناعية نحن اليوم مكتب الصناعة والتجارة بإصادة تنفيذ حملة الرش لتعقيم المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والحرفية بكافة قطاعتها الورش والرش الحدادة والرش النجارة مخازن التخزين لدى تجار الجملة السوبر ماركات والمولات إن شاء الله سنبدأ العمل اليوم وتتلحة تانية الأسبوع وسنبدأها قطاعات أو مربعات حسب مسير بسمه أعضاء فريق الرش بمكتب الصناعة والتجارة أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب أكثر من ألفين وخمسة وعشرين كرتون من المواد المخالفة للمواصفات واقتراب تاريخ انتهائها وقال مدير إدارة حماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة عبدالله الياجوري بأن هذه الكمية وجدت لدى واحد من تجار الجملة في المحافظة وتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التاجر داعيا للتجارة إلى الالتزام بقانون التجارة الداخلية وأكد أن مكتب الصناعة والتجارة سيتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تاجر يتلاعب بحياة المواطنين اليوم نتلف عدد 2026 كرتون معكولات أطفال متنوعة بطاطس ومقرمشات سبب الإتلاف مخالفها لمواصلة المجايس بسبب انتهاء الصلاحية وكانت هذا الكمية في مخازنة أحد التجار حاول بيعها وهي قادمة لنا من محافظة أخرى ولكننا قمنا بضبطها بشكل مفاجئ ونحذر جميع التجار من بيع أي كميات مقربة في السوق والعمل بتعليم مكتب الصناعة والتجارة الذي يصدر لهم في يوم 16-03-2020 والخاص بالمنتجات المقربة والمنتهية وأيضا المهربة والمقلدة ونحذر كل التجار بعدم انزال أي عرض وخصوصا أننا مقبلين على الشهر الكريم إلا بعد موافقة مكتب الصناعة والتجارة ما لم سوف نتخذ إجراءات القانونية الرادئة حيال من يخالف ذلك تشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو اليوم عملية ترقيم مختلف أنواع المركبات وإصدار التراخيص لإلكترونية الخاصة بها وأكد المحافظ على أهمية عملية الترقيم منوها بدورها في توفير قاعدة بيانات شاملة وكاملة وشدد على ضرورة أن تشمل كافة أنواع المركبات الخاصة والعامة ووجه المحافظ بن عديو بمنح مالكي السيارات المجهولة مهلة ثلاثة أشهر لترقيم سياراتهم أو القيام بحجزها ومنعها من الحركة النهائية وكان المحافظ قد تفقد مستوى سير العمل بإدارة شرطة السير بالمحافظة مشيدا بخدمتها المرورية المقدمة للمواطنين تم تدشين هذا القسم الأصدار الآلي الأول مرة في المحافظة بالرخص الإلكترونية المركبات التشير المركبات وهي ثاني إنجاز في خلال عام واحد يتم تدشين المحافظة الشبوة لأكثر من ثلاثين عام وحيث يذهبوا لاستخلاص مثل هذه الترخيص الإلكترونية ومن محافظات أخرى وافتتاح الأصدار الآلي في المحافظة سيخفف على المواطنين عبا كثيرة وسيقدم خدمة كبيرة لمواطنيين تسبب خلل فني ظهر اليوم السبت في احتراق زورق بحري تابع لقوات خفر سواحل في محافظة حضر موت وأوضح قائد موقع ميناء المكلاء الملازم أول أحمد محمد باراس بأن الحريق لم يتسبب في أي خسائر بشرية باستثناء أحد أفراد التدخل السريع الذي تعرض لإصابة طفيفة في إحدى قدميه وذكر أن الزورق البحري كان متجها إلى موقع الحمراء في مهمة عسكرية وحصر خلل فني في إحدى المكائن ما أدى إلى اندلاع الحريق في الزورق حذرت وزارة الثقافة من محاولات العبث بمحتويات دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير من قبل ميليشيا الحوثية الانقلابية وقالت الوزارة في بيان لها إنها تتابع بقلق كبير ممارسات ميليشيا الحوثية الانقلابية في دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير بصنعاء منذ استيلائها على الدار وأوضحت الوزارة بأن الممارسات العبثية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في حق المخطوطات المهمة والنادرة تجلت واضحة أخيرا من خلال تمكينهم لعدة جهات وبشكل غير رسمي أو قانوني من العبث بمرافق ومحفوظات الدار وحملت وزارة الثقافة ميليشيا الحوثي مسؤولية فقدان وتلف محفوظات كل من دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير بصنعاء وأعربت الوزارة عن أملها في أن تقوم منظمة اليونسكو بالإشراف والضغط على الجهات المسؤولة بالحفاظ على سلامة المخطوطات أعلنت وزارة المياه والبيئة تخصص مليار و450 مليون ريال مقدمة من البنك الدولي لمعالجة الأضرار الناجمة عن السيول جراء المنخفض الجوي الذي ضرب عددا من المحافظات وقالت الوزارة في بيان لها إنها تتحرك بسرعة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمحافظة الجنوبية والشرقية بالتنسيق مع البنك الدولي والشركاء الدوليين ودعم مؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن ولحج وتعز وحضر موت ومعالجة الأضرار البالغة التي لحقت بمصادر المياه وشبكات الصرف الصحي في المناطق المتضررة مصرع 25 عنصرا من ميليشيا الحوتيب نيران أبطال الجيش الوطني في جبهة الصرواح بمأرب الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن العنف في اليمن يتصاعد رغم دعوات وقف إطلاق النار ميليشيا الحوتي تتجاهل دعوات الإفراج عن المختطفين ومخاوف من تدهور أوضاعهم في حال تفشي كورونا في ختام هذه النشرة لكم مني أطيب المناتقبل تحياتي وتحيات فريق العمل يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام في رعاية الله